دولاتي مشاهدين معد مجاز الأهم الأخبار مع دينا شكرا لك يا شهد لأثامنا صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن تدريب الشباب على تقنيات وتكنولوجيا المعلومات يسهم في تأهيلهم لسوق العمل وخلال مؤتمر صحفي على هامش جولتي بمحافظة أسوان أضاف مدبولي أنه استمع إلى تجارب ناجحة لشباب تمكنوا من العمل مع شركات عالمية بعد تأهيلهم وتدريبهم عمليا كما أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية مشروع محور بديل خزان أسوان على النيل وأهميته في إحداث عملية التنمية وفي هذا الإطار أشار مدبولي الأهمية المشروع في الربط بين الطريق الواصل لطريق أسوان برنيس حتى الطريق الصحراوي الغربي القاهرة أسوان والربط على طريق أسوان أبو سنبل استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف لطائرات الاحتلال على جبلية شمال قطاع غزة وقالت مصادر طبية لوكالة الأنباء الفلسطينية أن الضحايا سقطوا خلال استهداف طائرات الاحتلال لمنزل في جبلية هذا ووصلت مدفعية الاحتلال قصف منطقة السكة في مخيم جبلية شمال غزة احتشد ألاف الإسرائيليين في تل أبيب للاحتجاج على حكومة رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو حيث يتهمونه بسوء إدارة الأمن القومي ومطالبين بإجراء انتخابات جديدة وضم الحجد عدة ألاف وقام كثير منهم بقرع التبول وهتفوا للتعبير عن استيائهم حول الوضع قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطانيو جوتيريش أنه يجب على الجميع الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته مشددا على أن أي إنكار لهذا الحق غير مقبول وأضاف جوتيريش خلال قمة حركة عدم الانحياز في أغندا أن رفض قبول حل دولتين إسرائيليين والفلسطينيين وكذلك إنكار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته من شأنه أن يوطيل إلى أجل غير مسمى أمد صراع أصبح تهديدا كميرا للسلم والأمن العالمي أكد وزير الخارجية الفرنسي استيفان سيجروني أن للفلسطينيين الحق في السيادة وفي إنشاء دولة وقال سيجروني عبر مرصة إكس إن فرنسا ستبقى وفية لالتزاميها من أجل بلوه هذا الهدف ويأتي موقف الوزير الفرنسي بعد تصريحات لرئيس المزراء الإسرائيلي بنيمين ناتنياهو عارض فيها فكرة السيادة الفلسطينية في غزة وأشدد على أن إسرائيل يجب أن تحتفظ بالسيطرة على أمن الأراضي الفلسطينية أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إصابة جندي عراقي جراء إطلاق صواريخ باليستية من قبل مسلحين في غرب العراق مستهدفين قاعدة عين الأسد الجوية وأشارت القيادة الأمريكية إلى أنه تم اعتراض معظم الصواريخ بوسطة أنظمة الدفاع الجوي للقاعدة وأكدت أن عمليات تقييم الأضرار جارية قال مركز الأبحاث الألمانية لعلوم الأرض أن زلزالا بقوة 6.3 درجة ضرب غرب البرازيلة وأضف المركز في بيان أن زلزالا كان على عمق 592 كيلو مترا ختم ومجز الثامنة فاصل ونعود لحضراتكم استكمال بقي فقرات صباح الخير يا مصر